السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله طلابنا الأعزاء معكم الأستاذ عبد الرحمن كردي مدرس مادة الأدبيات لصف الثامن نبدأ على بركة الله أصدقاء الكرام وصلنا الآن إلى درس جديد بعنوان وزاي جيسي لاري يعني الألبسة الفضائية خلينا طبعا هذا النص هو نص سماعي كما ومعداد المعالفي أصف سوف يضع لكم النص لكي تستمعوا إليه ونحنو دورنا سوف نبدأ بحل الانشطة Birinci etkillik Metni dinlerken not aldığınız sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz Tahminlerinizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız Sözcükleri anlamına uygun bir cümlede kullanınız في هذا النص أعطينا بعض الكلمات يجب علينا أو أفوا سوف نستخرج من النص بعض الكلمات التي لم نفهم معناها وسوف نخمن معناها ونقارنها بمعنى المعجم ومن ثم نبدأ بكتابة جملة على هذه الكلمة خلينا ننتقل إلى الحل في الكلمة الأولى عندنا ياها سيروفان ماذا تعني كلمة سيروفان؟ sözlük anlamı baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinjirli ما جara طبعا المقصود بهذه الكلمة من معنى القاموس هي مصدر لإثارة الإهتمام أو بعض من السلاسل من الأحداث أو فين أول بالأخير هي عبارة عن مغامرة إذن سيروفان هي معناها مغامرة يورددشي جزيزين جلدكتن سيروفان سيروفان كلمة الثانية اكتفيتا ماذا تعني sözlük anlamı bir işletmenin bir kurumunu belli bir alanda ki ailemi فعاليات اتكلك يعني باختصار اكتفيتا اللي هو النشاط النشاط هو عمل أو نشاط من مؤسسة أو من شركة لأعمال معينة فهذه الأعمال ندعوها باكتفيتا أو النشاط خلينا نمسح مشان نقرأ الجملة برياحة نعم الجملة تقول كارشتورت مالار اشل ديندا يابلن اكتفتيلار جوجلن يابلن جطلق تشكما مسيني صاليور طيب الجملة تقول الأنشطة التي يقوم بها المعلمون في المدرسة تجعل الأطفال يعني يشعرونهم أو يشعرونهم بالغرابة خلينا ننتقل إلى الجملة التالية طيب الكلمة تقول سيما أو سيمولاتور سيمولاتور ماذا تعني؟ جرشا ويقول يابا أرينما أيغط أرينجليك فينا نقول السيمولاتور يلي هي محاكاة شيء ما طيب شو أقول معنى المعجم؟ هو يعني التعرف على الأشياء الحقيقية وتعلمها الجملة أهليات صنابنا جير مدن أنجا إذن أهليات صنابنا جير مدن أنجا سيمولاتور إلى أربا كولنما ي أرينجام طيب يعني سوف أتعلم القيادة باستخدام جهاز المحاكاة قبل إجراء اختبار فحص القيادة كابسل في الكلمة الأخيرة عندنا كلمة كابسل ماذا تعني؟ كابسل محاكاة إن إنسان فيا مالذمة تشنا روكت أجندا بلونا كتوك في حفيف قبل إجراء طبعا ما هي الكابسول؟ هي عبارة عن قطعة توجد في أعلى الصاروخ ليش بحطوها من أجل؟ طبعا هي عبارة عن شكل مثل مخروط فتضع هذه الكابسولة على سطح هذا أو عفوا على رأس هذا الصاروخ من أجل أن تختائق مثل ما أقوله الهواء بشكل أسرع ويصير حركتها أسلس وأسرع فتستخدم هذه الكابسول فوق الصاروخ من أجل السرعة الزائدة طيب الجملة تقول أسترونطلات تشيين كابسول روكتاً وفي أي يوزينة إلى الهواء طيب أقوله الرواد الفضاء طبعا مكانه على أو داخل الصاروخ فهذا انفصلت الكابسول عن جزء الآخر من الصاروخ فهي القطعة الكابسول ظلوا فيها ولما هبطوا على سطح القمر يعني أصبحت حركتهم أسهل بفضل هذه الكابسول طبعا هي قطعة صغيرة راح تكون يعني ممكن تحتوي على شخص أو شخصنا طيب خلينا ننتقل الآن إلى الدرس في النشاط الثاني أعني أضعي قيسي لري متيندن حركت للأسهل أصبحت سوروا يعني أطلعي نزعي على هذه الأسئلة من خلال الدرس خلينا نبدأ بالسؤال الأول دلنديني متنين كونسو ندير ما هو عنوان الدرس الذي قرأتموه وزاي قامبو ايجين أسترونطلاء قيسي أو قيسي لري يعني في مخيم لرواد الفضاء على داخل الفضاء شو كان أكل شو كان شرب السؤال الثاني يقول ما هي الأجزاء التي تتكون منها البدلة أو بدلة رواد الفضاء ما هي الأجزاء التي تتكون منها البدلة رواد الفضاء الجواب أيضا أول شيء يعني أول شيء تتكوى من الخوذة التي تحتوي على الزجاج حتى يتمكن هذا الرائد رائد الفضاء من رؤية المناطق المحيطة التي يتجول بها وطبعا على أكتافه في أشياء ثقيلة أو عفوا فينا نقول الثابتة من أجل أن تمسك به للشخص التي يلبسها ويتكون الجزء العلوي من الجسم هذه اللباس أو هذا اللباس وطبعا لا ننسى القفازات التي يرتديها أيضا الرائد وطبعا هي سهلة الحركة من أجل أن يستطيع رائد الفضاء الإمساك بالأشياء التي يستخدمها طيب هي كانت أهم الأجزاء خلينا نكمل الأسئلة في السؤال الثالث السؤال يقول الزوزي جيسي أو أو أجل برعكة 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 من طرح برعكة برعكة النمائة عزرق عزرق صحورة العزرق العزرق الطائف العزرق Burgت ملائب الوري لا يستطيع رائد الفضاء المشي في الفضاء الخارجي أبدا أو على الأقمار أو على الكواكب الأخرى ولا يمكنهم الانتقال من مركبة إلى أخرى أيضا وبسبب نقص الأكسجين في الفضاء فيصبح رواد الفضاء فاقدين للوعي فيجب عليهم لبس هذه الحلة من أجل أن يأخذوا الأكسجين الكافي وطبعا إذا لم يأخذوا هذا الأكسجين سوف يتسبب في وفاة رائد الفضاء هناك في السؤال الرابع السؤال يقول ما هي التسهيل؟ التسهيلات التي تقدمها بدلت الفضاء لهذا الرائد طيب الجواب هو طيب 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 وتزيل ساني أكسيد الكربون الذي أو المبعث من هذا الرائد ويحافظ على ثبات حرارته المطلوبة وطبعا هذه البدلة تحميه من النيازك والإشعاعات وتوفر له رؤية نظيفة وجيدة ويستطيع التحرك بها بشكل مريح من الداخل ويتيح التواصل مع القادة في المركبات الفضائية أو في المركبات التي تكون على الأرض بشكل سهل وهذا كله طبعا بفضل هذه البدلة حسنا عندنا الآن في النشاط الثالث يقول لأن كذا 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 أعجبني لأن كذا 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 فهذا السؤال نذهب إلى حال إذن سوف نقول بنسبلي بيقدم نعم أعجبني لأن يعني لأن حينما كنت أستمع إلى هذا النص كل الأشياء وكل الأسئلة الفضولية التي كانت تتناوبني قد أجيب عليها من خلال استماعي لهذا النص عندنا الآن في النشاط السابع أشاركي جمللرده أزن ويكلملرين ألطنو چيزنز كارجسندكي كتجوة جمللرده ير تمليجلرنو يزنز في هذا السؤال يقولون عندنا بعض الجمل التي تحتوي على أزن ويكلم من المبتدأ والفاعل والخبر فهذه الجمل يجب علينا أن نضع إشارة تحت هذه الكلمات التي سوف تكون من المبتدأ وسوف تكون من المبتدأ ومن ثم ير تمليجس نكتبها في هذا الشكل يعني تعريف لهذا المكان ننتقل الآن إلى حل هذا السؤال في الجمل الأولى عندنا بوغيسي ألمضان أسترون تلار وزاي بوشلون دا يولو يا مازنر يعني بدون هذه الملابس لا يمكن لرواد الفضاء المشي عبر الفضاء طبعا متل ما شاهدنا عندنا هنا الأزنة يلي هي أسترون لار وعندنا اليوريا مازنر يلي هي الفاعل أو اليكلم وطبعا وين هذا الحدث صار؟ صار بالأوزاي بوشلون دا وزاي بوشلون دا والتي تعني في الفضاء الخارجي طيب يكسك هزلة هركة إدانتوز برشا جدلر بدن دنيا تشاربر يقولون تستضم بعض الجزئات في الفضاء التي تتحرك بسرعة عالية بجسمك في الفضاء طبعا فطبعا عندنا يكسك هزلة هركة إدان هذه هنا ضع إشارة تحتها على أنها الأزنة وهنا اليكلم تشاربر يلي بتضرب يعني تخبط فيك تشاربر هي اليكلم وطبعا شوين المكان رح يكون بير تمليجس ببدن ميزة يعني في أجسامنا طيب في الجملة الثالثة أو بو تهلك لرين هبسنا ينطفر بالرمي هل هو أو هل يمكن له الاستجابة لكل هذه الأخطاء؟ لكل هذه الأسئلة، لكل هذه العناوين، لكل هذه التعليقات؟ فعندنا أو يلي هي الأزنة، وعندنا وعندنا ذرا بالرمي يلي هي اليكلم وطبعا الير يلي هو بو تهلك لرين هبسنا بو تهلك لرين هبسنا بو تهلك لرين هبسنا هي الي اليار تمليجس بجسام طيب، دعني نمسح شوي صار فوضى نوع ما حسنا دعونا نرى الجملة الثالثة وزاي قيسي لري بصنج لبر أتموسفير صاحبتر يعني لها جو نوعا ما مضغوط من هذه اللباس الفضائي إذن اللباس الفضائي أو وزاي قيسي لري يلي هي الأزنة وعندنا صاحبتر هي صاحبة هذا الشيء يعني تمتلك فنضى عليها اليكلم وبصنج لبر أتموسفير تأتي بي الير تمليجس طيب، في أجملة الرابعة وزاي قيسي لري أصرنتو جوكتاش لري راديوس لري راديوس لري راديوس لري يعني هذه البدل الفضائية تحمي رواد الفضاء من النيازك والإشعاعات وزاي قيسي لري أجنة قيسي لري أجنة قرور النيازك هي السماء طاش اللي هي الأحجار واللر هي جمع هذه الأحجار فبتصير عنا كلها مع بعض البعض نيازك وراد ياس يون ضان ماذا تعني؟ هي الإشعاعات من الإشعاعات راديوس يون إشعاع ضان من الإشعاع بتصير عنا من الإشعاعات والنيازك طيب خلينا نشوف آخر جملة عندنا في الجملة الأخيرة رائد الفضاء يجلس داخل المركبة الفضائية في هذه الملابس الضخمة طبعا رائد الفضاء هي الأخيرة وعندنا 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 ير تأمليكسي وهي الضخمة 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 يعني في المركبة الفضائية هذه لكي ير تأمليكسي إذن هكذا نكون قد أنهينا النشاط السابع والنشاط القادم أو في الدرس القادم سوف يكون عندنا سربست أكوما إلى هنا أصدقائي الكرام نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم نوقعكم إن شاء الله في الدروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر